إذن مشاهدين حول هذا الملف ينضم إلينا رئيس منظمة حماية الكرد كيباك الأستاذ انتفاض قنبر أهلا وسهلا بك أستاذ انتفاض يعني بداية هل تبحث بغداد عن مخرج من ورطة قرارات المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان نعم سيدي كريم تفضل أنا أشيد بالموقف الشجاع وأشكر الموقف الشجاع للسيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لأنه بهذا الموقف سوف يكون مساحما أساسيا في إنقاذ العراق من كارثة كبرى وانتهاء الفيدرالية توطين الرواتب صحيح وفعلا ومضبوط 100% ليس موجودا في الدستور ليس هناك رواتب للإقليم في الدستور هناك حصة من الموازنة تذهب إلى الإقليم والإقليم يصرف هذه الأموال كما يشاء كما تشاء حكومة الإقليم لديها الاستقلالية في دفع حصة 12.6% من 12.6% يعني من موازنة العراق كرواتب أو لإنشاء منشآت أو لمدارس أو نصف رواتب هذا كله هو من اختصاص ومن صلاحيات حصريا رئيس وزراء إقليم كردستان السيد مسرور برزاني نعم أستاذ انتفاض يعني السوداني نفى أن يكون من صلاحيات الحكومة إرسال رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر كما أكدت حضرتك وهذا التصريح يعاد رفضا ضمنيا لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة عزيزتي هذه المحكمة وما قامت به الحكومة العراقية من قرارات مجحفة تجاه كردستان لم تكن كارثة على كردستان بل كانت كارثة على العراق كلها وسأبين شيء خطير ومهم منذ آذار 2023 إلى آذار الآن 2024 يعني سنة منذ توقف نفط كردستان خسرت الحكومة العراقية الفيدرالية وليس قليم كردستان خسرت الحكومة يعني الشعب العراقي أكثر من 7 مليار 11 مليار خطأ ليس 11 مليار دولار هذا فقط إرادات النفط نحن لا نحسب الوظائف المدنية التي بالمئات الإلوف من الوظائف في كردستان وفي العراق شركات النقل شركات التغذية المطاعم المصالح كلها تضررت يعني ما خسره العراق الآن هو يعادل ميزانية دول كل هذا ويتكلم البعض بشوفينية عن أنهم يقطعون الرواتب لأن الرواتب هي تكلف الحكومة العراقية وأن قليم كردستان يأخذ الأموال وما هذه من طرهات ولكن في النتيجة خسر الشعب الكردستاني الوظائف وخسر العراق 11 مليار دولار ولم يستفد أي طرف من هذه الأطراف من هذه المعادلة الغير مدروسة والبائسة ولذلك أنا أحيي السيد محمد الشاعر السوداني إلى قول كلمة الحق والحكمة وليس فقط الحق طيب سيدي كريم هل يفهم من توضيح السيد السوداني بخصوص صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات إقليم كردستان أنه الأخير غير مقتنع بقرارات المحكمة الاتحادية ويعني سيستمر بإرسال الرواتب لموظفي الإقليم عزيزتي لا يحتاج إلى عالم نحن كتبنا الدستور في عام 2005 والفيدرالية وضعت في الدستور كعمود فقري للعراق الجديد بل أن هذه الفيدرالية مسموحة لكل محافظات العراق وأنا أقولها وأكررها كل محافظة تنتقل إلى الفيدرالية من حقها أن تستخدم وتستثمر وتصدر النفط والغاز في هذه المحافظة بعد أن تكون إقليما وللعلم الدستور يقول وبكل صراحة أن من حق الإقليم كردستان الاحتفاظ بالموارد النفطية لديه ولا يجب أن تذهب إلى الحكومة الفيدرالية ولكن الإقليم من قبل حسن النية ومن قبل محاولة حل النزاعات قبل بأن تأخذ الحكومة الفيدرالية موارد النفط في الإقليم على أساس أن الإقليم يستفاد من الوظائف ومن تشغيل النفط ومن تشغيل الاقتصاد الإقليم الذي يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد الإقليم لكن الحكومة الفيدرالية عندما قطعت نفط كردستان قطعت نفط على نفسها وهذا شيء لم يحصل في التاريخ أن تقوم حكومة فيدرالية بالشكوى على ولاية تابعة لها في محكمة دولية لتصل إلى نتيجة مضرة بها ومضرة بالشعب العراقي نعم هل هناك ضعف أستاذ انتفاض في فهم الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان لا سيما وأن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة كما تعلم حضرتك تتعارض مع روح الدستور ومبادئ الفيدرالية سببها أن هذه المحكمة غير دستورية أولا لأنها لم تؤسس بأي قرار دستوري ثانيا أن المحكمة أصبحت أداة سياسية لأطراف سياسية ضد أطراف أخرى يعني من هو في السلطة يجبر المحكمة وتتعاون المحكمة معه لإصدار قرارات يعني أنا رأيت صورة في التلفاز قبل أيام اجتماع نائب رئيس البرلمان السيد المندلاوي مع رئيس المحكمة الفيدرالية العميري ويقول الخبر الغرض من اللقاء هو الاتفاق على حل الإشكاليات المندلاوي سياسي رئيس المحكمة قاضي القاضي لا يجب أن يجتمع بالسياسي ليحل المشاكل السياسية المشاكل السياسية تحل سياسيا والقضاء والمحكمة الفيدرالية كما هي مكتوب في الدستور وضيفتها الوحيدة هو حماية الدستور ولكن الدستور أصبح يرمى عندما يتعارض مع شهوات سياسية معينة ويستخدم عندما يتماشى مع شهوات سياسية معينة ولذلك أصبحت قرارات هذه المحكمة مهزلة حقيقة هنا في واشنطن جهات أمريكية حكومية وغير حكومية بدأت تستهزئ بالمحكمة الفيدرالية العراقية هذا مو كلام من عندي مروحوا يشتكون عليها لأنه أنا قلت أشي هذا كلام ده نقلة ما أسمعه فقدت المحكمة مصداقيتها فقدت المحكمة شرعيتها بهذه القرارات السياسية المسيسة تصدر القرارات من المحكمة خلال سويعات قليلة لإدانة أشخاص بقوانين من نظام البعث في عام 1969 قانون 126 مثلا ثم تسكت عن جراء كبرى مثل سرقة القرن وغيرها لذلك أصبحت المحكمة في وضع يرثى له يجب إنقاذ العراق من هذه المحكمة ويجب إنقاذ هذه المحكمة من نفسها وأنا سعيد أن أرى تصريحا مهما من السيد السوداني بهذا الاتجاه طيب يعني تفهم إيجابي وواضح بيذا بغداد وأربيل على حد وصف السيد السوداني هل هذا التفاهم الإيجابي كفيل بتجاوز الأزمة التي خلقتها قرارات المحكمة الاتحادية؟ يعني لأنه القرارات السياسية هي ليست قرارات قضائية يتطلب تدخل سياسي للأسف عندما يتم توريط المحكمة في معارك سياسية تبدأ السياسة تحل مشاكل هذه المحكمة بدل أن تكون هذه المحكمة مرتقية إلى الأعلى فوق السياسة، فوق الدولة تحكم الدولة بالعدل وبموجب الدستور ليس هناك تنظير لا يحق لقاضي أن يلتقي بأي شخص في العراق محافظة الرمادي مثلاً ويقول له لا يجوز أن تشكل الفدرالية هذا مخالف الدستور الدستور يعطي الحق في الفدرالية إذا قررت محافظة الأنبار أن تذهب إلى الفدرالية يجب أن لا تعاقب ولا تحذر ولا تهدد ولا كذلك محاولة تفليش وتهديم الفدرالية الكردية التي بنيت على دماء مئات الألوف من الشعب الكردي منذ عام 91 إلى يوم أن هذا خطر على العراق وخطر بانتهاء العراق كدولة نعم من واشنطن رئيس منظمة حماية الكرد كيباك الأستاذ انتفاد قنبر شكراً جزيلاً لتلبية دعوة الحوار